هذا بان كو سيونغ الموظف في خدمة ما بعد البيع في المصنع الماليزي الذي تديره شركة الصين للسيكك الحديدية أو CRRC بالنسبة لابنة أخيه التي تدرس في إحدى جامعات كوالا لنبور يمكن القيام برحلات إسبوعية إلى باتو جاكا بالقطار بشكل مريح في بعض الحيان كنت أسأل ما هو القطار الذي ركبته؟ هل هو مريحا؟ كانت تقول إن القطار جميل ونظيف عشر بالفخر الجديد لأن القطار من السنة على شركة التي عمل معها إنه شعور بالإنجاز فان أحد الموظفين المحليين في المركز الماليزي التابع لCRRC منذ أطلاقه في 2015 منح المصنع الأولوية لاستخدام المحليين حيث يأتي أكثر من 80% من القوى العاملة بالمركز من ماليزيا يمثل مركز التصنيع هذا أول قاعد خارجي لشركة CRRC وهو قادر على إنتاج القاطرات الكهربائية والديزل بالإضافة إلى متر الأنفاق وقطرات الديزل ومركبات السككة الحديدية الخفيفة وهو ما يجعل ماليزيا أول عضو في أسيان لديه القدرة على تصنيع معدات النقل بالسككة الحديدية منذ 2015 أكملنا بالفعل أربعة طلبات محلية بقدرة تصنيع سنوية 100 وحدة كهربائية متعددة وهو ما يمثل 80% من السوق الماليزي بالإضافة إلى التصنيع تلعب الصيانة دورا مهما في عمليات الشركة الماليزية ويتم إرسال الموظفين إلى مخازن السككة الحديدية لإجراء الصيانة على مدار الساعة خاصة خلال المهرجانات عندما يزيد وقت حركة الركاب